صندوق النقد الدولي يحضر من انخفاض أسعار النفط وبالتالي التأثير على حسابات البلد المالية هل تمت مواشرات حقيقية على خفض النفط؟ حياكم الله تحية لكم ولي قناتكم المواقع حياكم الله طبعا اليوم الاعتماد الكل على النفط هي الاعتماد الكل على النفط مشكلة كبيرة اليوم العراق في مشكلة كبيرة صحيح اليوم أسعار النفط هي أسعار جيدة لكن اليوم العراق يعتمد على المتغير الخارجي هذا المتغير الخارجي غير معروف الملامح ممكن أن تنخفض أسعار النفط ممكن أن يجد العالم أن يجد مثل ما حول من الفحم إلى النفط ممكن أن يجد في أي لحظة من اللحظات مصدر طاقة جديد اليوم هناك حديث عن الطاقة الشمسية عن طاقة الرياح عن الغاز فممكن عن الطاقة النووية في الاستخدامات البشرية فممكن أن ينتقل الناس إلى مصدر طاقة بديل فاليوم نحن في مشكلة كبيرة يفترض على الحكومة العراقية أن تضع خطة وأن تضع هذه الخطة في فترة محدودة لتقليل الاعتماد على النفط بشكل تدريجي